كل يوم تصمد فيه أوكرانيا أمام الجيش الروسي هل يعتبر خسارة بالنسبة لروسيا حتى اليوم سنعرض فيديو لجنود روس أسرة لدى الأوكرانيين عرضوا بالفيديو سنعرض الفيديو بعد قليل لكن عن استمرار هذه الحرب عن صمود الأوكرانيين بوجه الروس أوكرانيا الصغيرة نسبيا أمام روسيا العملاقة الصمود هل يعني الانتصار؟ ليس فقط الانتصار يعني هذه نحسبها ليس حسابا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا نحسبها حسابات بدو نجد أن خسائر روسيا إلى اليوم في اليوم الاثناش أكبر مما كنا حتى نحن نتوقع يعني نحن الذين كنا نضع أنه ستكون مقاومة وستكون المقاومة شرسة والآخرين لكن لم نكن نتوقع أن الجيش الروسي يعني يتساقط بهذه السرعة لذلك واضح جدا حجم الخسارة الروسية خاصة أنه دفع بكل جنوده التي كان يحشدها على الحدود الأوكرانية الروسية بحسب البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية بوتين أدخل إلى أوكرانيا كل الجنود بنسبة 100% الذين كانوا يحتشدون عند الحدود الأوكرانية الروسية ماذا يعني هذا الكلام؟ أستاذي كريم بعد انهيار الاتحاد الشوفيتي روسيا بقيت هي من أكبر دول العالم كمشتودعات أشلحة يعني لديها من السلاح أكثر من أي دولة يعني أنا أقول أن السلاح الكلاسيكي لدى الروس يكاد يتفوق على حجم السلاح الأمريكي كحجم لكن أين العلة في الجيش الروسي والسلاح الروسي؟ السلاح الروسي يعني صحنا كثيرا أن روسيا لم تتطور روسيا لم تجعل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا تواكب أسلحتها ويقول لك لا روسيا دولة عظمى وروسيا تطور وروسيا تتكتم وروسيا إلى آخر هذه الحرب في أوكرانيا أثبتت تماما أثبتت تماما بكل مقارنة بين سلاحين روسي وروسي يعني الطائرة الأوكرانية طائرة روسية والطائرة الروسية روسية لأنما يعني طبيعة المعارك وطبيعة إسقاط هذا السلاح الروسي أو طيران الروسي يدل على أن أوكرانيا واكبت إلى حد ما التقنيات وأدخل التقنيات على هذه الطائرات وروسيا نائمة روسيا وضعت هذا السلاح ولم نلمس أي نوع من التطور على السلاح الروسي من أيام الاتحاد السوفيتي هذه واحدة يعني هذه عن السلاح أما عن العسكريين الروس بعد أن اهترأ جيل الجنرالات الذين واكبوا الاتحاد السوفيتي يعني الذي كان ملازم عندما نهار الاتحاد السوفيتي اليوم هو على أبواب التقاعد أما يعني عمدة الجيش واعتماده ويعني الشريح الأهم في الجيش الروسي هي يعني لا تملك عقيدة عسكرية ولا أخذت كفايتها من التدريب وليس لديها معرفة كافية بفنون القتال ولم تتمرن وتعيش الحياة الأسكرية الصعبة الذي كان يعيش الاتحاد السوفيتي لجنوده لذلك يعني أنا أنظر إلى الجيش الروسي وهو يدخل أوكرانيا ألاحظ أنه يعني كثرة بشكل كثرة آلية لكن بالنسبة